في الصحة أيضا مرض الارتجاع المعادي المريئي واحد من مشاكل الجهاز الهضمي وهو مرض مزمن يعد من الأمراض الأكثر شيوعا في جميع أنحاء العالم تفاصيل أوفى مع الزميلة عبير عبدالله المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن تكلمنا عن الارتجاع المريئي وأثاره الجانبية على المدى البعيد الارتجاع المريئي هو يعني نحن كلنا بنعرف أنه هاي موضوع منتشر بشكل كبير يعني بين كل الناس أو عند كتير من الناس وأنا بلاحظ هذا الشيء من الناس اللي بيجون بالعيادة حتى أنا من الأسئلة اللي بيسألها روتين يعني ارتجاع المريئ حتى الواحد إذا كان جاء فيه عراض أخرى فبتلاحظي أنه أغلب الناس عندهم هاي المشكلة هلأ أنا بدي أحكي يعني شو هذه المشكلة ممكن تسبب أعراضها وكيف ممكن نتجنبها هلأ الارتجاع المريئي له آثار جانبية يعني أو آثار سلبية طويلة الأمن فلازم يعني أنا دائما بؤمن بمرحلة الوقاية خير من العلاج يعني الواحد لازم يعني يمنع حدوث الشيء السيء قبل ما يحدث وبعدين يحاول يتحامل معه هلأ ليش ارتجاع المريئي بسبب مشكلة لأنه المريئ بحد ذاته وظيفة المريئ هي أنه يعني يتمشي الأكل يتقلص بطريقة برستاليسز يعني بطريقة معينة بحيث يمشي الأكل من المريئ إلى المعدة المعدة هي بتفرز حموضة بشكل يعني بتركيز عالي جدا مشان هضم الطعام فجدار المعدة يعني طبيعي أنه يتعامع مع الحمض لكن جدار المريئ ما نمهيئ أن يتعامع مع الحموضة هلأ أما يصير عنا ارتجاع يعني الحمض من المعدة إلى المريئ هذا بيسبب ممكن تقرحات التهابات وتهيجات في المريئ طبعا المريض بيصير عنده آلام بيصير بيحس تؤل في المعدة بيحس كأنه الأكل بيوقف هون بيحس لازم شرب مي مشان يدفع الأكل هذه ممكن حين تكون التهابات لكن مع الارتجاع المزمن يعني أما جدار المريئ يضل يتعرض للحموضة ممكن مع الزمن يتغير جدار المريئ فيصبح جدار المريئ نوعا ما مشابه لجدار المعد حسب الدراسات المثبتة يقينا أنه ممكن تؤدي إلى حدوث سرطان المريئ تقريبا بنسبة نصف كل سنة إذن أنا حعطي الآن لستة بالأشياء اللي يجب يعني تجنبها أو الأشياء اللي بتزود المشكلة طبعا هذا يعني قبل ما أحكي اللستة لأنه حكون كتير أشياء بيستعملوها الناس لكن هذه بتبعد عنها الإنسان أربع أسابيع لبما يتلتئم الأمور وبعدين بيرجع الأشياء اللي بيتحملها القهوة الكافين بشكل عام الشوكولت المشروبات الغازية الوجبات السريعة لأنه فيها صوس وفيها كتير أشياء ما بنعرفها السبايسي فود الأكل الحار الفلفل الحار والمخللات البقوليات بالذات الفول والفلافل والحمص المشروبات الغازية حكيناها المقالي والزيوت والدهون طبعا هذه مش لبس على الأسيد ريفلكس إلى كتير أضرار جانبية تانية لكن بالذات هذه بتسود بتسبب الظاهرة والشغلة ممكن شاء هي المش النعنع العادي بسميه النعنع الحارة بالذات اللي يجي بالعلكة الإكسرا والأشياء اللي زي هي فهذه والحمضيات بالذات البرتقان والليمون هذي كل الأشياء هذي إما بتزيد حموضة المعدة بتزيد الارتجاع أو بتسبب ارتخاء في الصمام اللي بأصفل المريء فبسبب الارتجاع